دعونا نتابع هذا التقرير وعبد الله الحمادي والتفاصيل تزامنا مع يوم الطفل الإماراتي وانطلاقا من التزام دولة الإمارات بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية الشاملة عقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى من الفصل التشريعي الأول وحضر افتتاح الجلسة الأولى معالي الشيخ نهيان بن بارك أنهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين في الدولة وممثلي المنظمات الدولية وجاء انطلاق جلسات البرلمان الإماراتي للطفل ضمن احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي في إطار التلزام الدولة بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة وقال معالي سقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برلمان الطفل هو الساحة للأجيال الصاعدة للتربية على القيم الوطنية الأصيلة وترسيخ الهوية الوطنية وهو منصة لنشر ثقافة الحوار المتبادل والمفتوح والقبول بالرأي الآخر بدون تحيز أو تعصر وفي كلمة لسمه الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ألقتها سعادة الريم الفلاسي أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هنأت فيه الأطفال بيومهم وأكدت سموها أن إنشاء البرلمان الإمارات للطفل يأتي تأكيدا على أنهم شركاء في عملية صنع القرار والمستقبل وأحد الأركان الأساسية في بنائه ودعتهم بأن يكون أعضاء برلمانيين مؤثرين يمارسون أدوارهم بشكل حضاري ويعبر عن آرائهم وفيما يلبي طموحاتهم وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك أنهيان وزير التسامح والتعايش في كلمته أوصيكم بمستقبلكم وانتمائكم وولائكم والحرص على كسب المعارف ومواكبة التطورات وأن نكون كما تريد لنا قيادتنا الحكيمة بأن نشارك العالم في مسيرتنا على أسس السلام والتعارف والتسامح ونبذ التطرف والتعصب وأن نكون قدوة في ترسيخ المبادئ الإنسانية النبيلة جدير بالذكر أن قرار إنشاء البرلمان الإماراتي أتى بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة يوم الطفل الإماراتي يعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول احتفاءا بهذه المناسبة ودعما لحق المشاركة للطفل في الإمارات لمركز أخبار قنوات أبو ظبي عبدالله الحمادي أبو ظبي